حسين جمر حسين الرحمة وعضو اللجنة التنبيلية لجمعية الصلاة الشعبية السوداني الاسرائيلية. اه الان بدأ العمل كفكرة بعد صور ديسمبر لأسيس الجمعية. انا نحنا بدأنا عملنا قبل اطنع شهور تواصل بيننا وبين الاجسزة الرسمية. واشاء الله انه يحصل للقالب وطبع الصحابي. الجمعية كانت مترصة عاصل راح اهدافة. لكل من دليل. اعشانه هدفة الرئيسة بحيث ديه هو السلام والتعايش والتسامح والتصالح مع كل شعور العالم. لانهم ملينا لقطة الحرب. وكلهم هاقفنا. ووجدت قبول جدا نزع المدان من فكرة ديه. فرحناه لأكثر من اعتزقين في المية من الشعب السوداني. وخاصة الشباب. ومشينا في ده قبل نتمنى ان احنا نصل لأهدافنا. اللي هي هدافة هدف فيها هدف نساني جدا. لكل القضايا العالغة بيننا ان احنا في الشائعنا السوداني. من اشكال السبب وكال الحرب. لانه ملينا ان احنا الحرب ايه? ونشتاك ان احنا لقطة السلام. هي اللقطة المستقبل. بالنسبة لأيانا. ولا بد ان نرسخها لأيانا. بشكل سليم ومهور. الاعتبال انه ما في استهداع. في التسامح مع بين الشعوب. لأي دولة كانت. فالآن اللي هي التصالح والتسامح بين الشعوب. ويأسس لعلاقات قوية جدا مع بين الدول. فانا بعدها يتبرد السياساتها بشكل افضل. وشكل ممكن يستفيد من الجانبين من الشعبين. ماذا؟ صفاء الفحل صحخية السودانية. كاتبة عامود اسمه عصق الشارع. وقبل اسبوعين دراته كتبت عامود اسمه مرحب التطبيع. فكتبت انه نحنا مع التطبيع كشعب السوداني. وقبل عامود عملت استبداعات في الشارع السوداني. فرقيته بالنسبة كبيرة جدا جدا مع التطبيع. وقعد ما اتنشط العامود هو اتنشط في كذا موقع وكذا صحيحة للمتطبيع بالإضافة للمتطبيعة ورقية. فجد جادة بعاموده بالتطبيع الاثنين مع الله عزين. وانا نسبة كبيرة جدا من الشباب انتصلوا علي وهم معايدين التطبيع. وجزء كبير جدا من لجان المقاومة. يعني الان في استطلاعاتنا عدة في الشارع انجزء كبير جدا منهم لهم مع التطبيع. فانا مع التطبيع ومع السلام. ونتمنى انه يكون تطبيع بداع سلام. يكون تطبيع تطبيع. طيما قال الشعر على تصرر السلام. فرهية سلام وعدال يكون سلام للبلد ويكون خير على البلد. وانا مع التطبيع ومرحب بالبقية. انا عوض عدلان عوض الجمعية السودانية الإسرائيلية بخوطة. بالحقين احنا بدأنا الجمعية دي من فترة واستثناها من قبل اربعة شهور وتلقدمنا الى مجلس الاصطاقة الشعبية اللي هي جهة المخولة لتسجيل الجمعيات في السودان. واستلموا الورد بتاعنا وعلى اساسا نحنا نبدأ عملنا في تسجيل العطوية ونحنا عوضياتنا حتى قبل التسجيل كانت بالملايين بالالاف يعني 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 عشرات الالاف شد الاليين هم عندهم الرغبة في عملية التواصل مع الدولة الاسرائيل او الشعب الاسرائيلي. بعدما كملنا إجراءات التسجيل الجمعية العطوية حاولنا نعمل معطمر صحفي نشرح للناس الخطوات اللي اتعاملت ونزيد من التسجيل العطوية ونوسع من التسجيل العطوية. إلا أننا قبلنا فجأة يعني بعد أول حياة قبلنا بصعوبات شديدة جدا في المكان اللي ممكن نعمل عليه وكالة السودان الانباء رفضت طيبة رفضت كثير من الصلاة بيعاز من مجلس الوزراء ومن شخصيات محددة ايدولوجيا داخل مجلس الوزراء يعني مش كل مجلس الوزراء. بعد ما صالة العباسي وافقت نعمل على إقامة ونحن وزعنا للكمود الدولماسية الموجودة الشعبية والمتسجين بتاعنا وكده. واهتمعنا عقبيتنا وحاستخدرنا من هذا المؤتمر. فوجئنا بمجلس الصداقة الشعبية بينكر أنه هو حتى استلم مننا أوراق ولا حتى هذا على اساس الأعمال للجميع وفوجئنا بصاحب الصالة نفسه يحتزر لينا. قال لينا باتصال هاتفي قال مجلس الوزراء اتصل بيهم وقال له أنه ممكن يصحب ترخيص بتاع الصالة بتاعته إذا هو وافق على هذا. فنحن يعني نحن نحن نخوف مع هذا الشخص لأنه أجلنا. عملنا تركيل للمؤتمر الصحفي بتاعنا ده. لكن ما ما معناها أن نلقينا. نحن المؤتمر الصحفي حيقام واستمرارنا في العمل حيستمر وتواصلنا حيستمر وإن شاء الله حتكون في علاقات طيبة مع الشعب الإسرائيلي. نحن مصرين على استمرار هذه العلاقات وعلى تكوين هذه العلاقات وعلى أعطاها عمق شعبي أكثر من عمق رسولي. شكرا لك أسم الله. بسم الله العسين محمد أسمان أبو شبه أدو اللجنة التمهيدية لجمعية الصداقة الشعبية السودانية الإسرائيلية. حقيقة أنا سعيد جدا بميلاد الجمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية كجمعية شعبية دبلوماسية ما بين علاقة بشعوب العالم وعلاقة إسرائيل. حقيقة أنا دائر أتكلم عن دور الشباب والعلاقة الشباب بالدبلوماسية الشعبية ما بين دولة الإسرائيل. الشباب طبعا أي بلد في الدنيا حيبنى بسوايد بنيها طبعا. ونحن كشعب سوداني وشعب إسرائيلي بنحتاج في سلام وويام ومحبة. نحن كلنا محتاجين لبعض. نحن كشعب سوداني محتاجين لإسرائيل وإسرائيل كشعب إسرائيلي محتاجين للسودان في كثير من المجالات التي أنا ممكن بذكر ثلاثة من المجالات. نحن كشعب سوداني لدينا مساحات واسعة جدا من من العراض الزراعية لدينا أكثر من واحد واربعين مليون فدان سالح للزراعة. وإسرائيل طبعا له أكبر دولة ممكن له العاليات الزراعية حقيقة. نحن كشعب سوداني لدينا معادن ولينا سروة حيوانية ضخمة جدا. أما الإسرائيل طبعا لديهم الألاحات التكنولوجية والتطوير والصناعات. أي بلد في الدنيا يحتاج للنباعد يعني. أما من ناحية الرفض في التعامل ما بين الإسرائيل والسودان. الشعب السودان هم متقبلين إسرائيلين في الدبلوماسية الشعبية من حيث التدبيه. أما الرابدين هي مجموعة من الأحزاب الأديولوجية. هو الأحزاب اليسارية طبعا أو الإسلامية طبعا. الدولة طبعا وطن بتحمي الشعوب. أما الأديولوجيات ممكن تكرس وممكن تمشي. في النهاية الدولة ستكون باقي. والشعب ستكون باقي. حقيقة نحنا يعني أملنا استدلاء عراق كثير جدا بالنسبة للشباب. الآن الشباب السوداني شباب مؤحل جدا. شباب زكي جدا. مطالبين وفرقين من الجامعات. مهندسين. دكاترا. نحن دارين نستفيد حتى من التب الإسرائيلي. قد تكون ممكن إسرائيل كدولة في الشرق الأوسط من عظم الدول في كل المجالات. حتى في مجالة التب. زي ما ذكرت سابقا هي في مجالات الزراعة وفي مجالات التكنولوجية. الغالبية الشعب السوداني معيدين التدبيه. نحن هزينين جدا. ولكن في نفس الوقت سعيدين بميلاد بتاعة جميع السوداني الإسرائيلي. حقيقة في موجود ثاني مهم جدا. أنا كنت داري أذكر على ما هي الموجودة الثقافية من حيث التراث. من حيث المسرح. يعني نحن لازم نكون في تبادل بتاع الثقافات التراثية. وممكن دارين ممكن نفتها. يعني مراكز الثقافية ممكن يكون تدريس بالنسبة لل اللغة الإبرية في السودان. وممكن بالمناسبة الإسرائيلي ممكن تجوا يتدرسوا اللغة العربية ويتدرسوا الأعداد والتقاليد والتي نقعد. والسلام عليكم. تشهد الساحة السودانية في هذه الأيام حراك واسد فيما يتعلق بموضوع تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وقد رشحت أنباء خلال الأيام الماضية عن لغة مرتقب بين سيد رئيس مجلس السيادة في السودان. الرئيس عبد الفتاح البرهاني. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو في المقبل الأيام. وذلك من عدل وضع اتفاق النهائي لموضوع تطبيع العلاقات بين الجانبين وإعلانه رسميا. أيضا شهدت الساحة في الأيام الماضية إعلان اللجنة التمهيدية لجمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية. والتي كان المفترض عن تدشين أعمالها اليوم السبت في الخرطوم. وتوقف ذلك النشاط بسبب إلغاء السلطات في الخرطوم. لهذا المؤتمر الصحفي الذي كان من مفترض الإعلان فيه عن بدل تدشين هذه الجمعية. وعلى كلين فإن هذا الحراك عندما يدل على أن موضوع تطبيع العلاقات بين الجانبين أصبح أمرا واقعا وأنه مجرد أنها مسألة وقت لكي يتم الإعلان عنه. والإعلان عن التطبيع الرسمي للعلاقات بين البلدين. الشباب السوداني يتطلع إلى بناء علاقات سلام وامن بين السودان وإسرائيل وأن يتم الاستفادة من موالد السودان الكبيرة والهائلة التي يزخر بها. وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإلى النمو والنحظة الاقتصادية والتجارية والصناحية. نعمل أن يسهم ذلك وأن تسهم إعادة العلاقات بين طبيعتها بين سودان وإسرائيل إلى بناء سودان جديد. سودان قوي اقتصاديا ورائد اقليميا وعربيا ودوليا وافريقيا. كل ذلك سيتم بإرادة وتصميم الشباب السوداني القادر على بناء وطنه وأن نهوم بها إلى مصاف الدول الحديثة والمتطورة والمزدهرة اقتصادية وسياسيا وتجاريا.